أينما وليت وجهك عبر أحياء ولاية تصطيف إلا ويقع بصرك على خزانات مائية بلاستيكية مسلطة عليها أشعة الشمس طوال النهار مليئة بالتحارب وبقايا رواسب المياه التي تتحول إلى فطريات مؤذية وفي ظل غياب ثقافة التنظيف عند البعض والاكتفاء بوجود المياه بالحنفيات بات الأمر مخيفا يستوجب تقنقوس الخطر النوع من التحارب اللي يتطور بصفة سريعة بوجود الشمس والضوء ويضر صحة المواطن بأن النوع من التحارب اللي يتكون لتكون سماء في التنظيف الأواني التنظيف الشخصي تاعه يدوش الجلد يقدر يجي أمرض جلدية بالنسبة للشعر يقدر يجيو دي شامبينيون ومن جهة منتجي وباعت هذه الأنواع من الخزانات البلاستيكية ينصحون بتركيب من تحمل الغلاف الأبيض الصحي الداخلي مع ثماني طبقات بلاستيكية عازلة إلى حين يستدرك المواطن ثقافة تنظيف الخزان وتطهيره دوريا يبقى استبدال النوعية الرضيئة بخزانات مضادة للحرارة أكثر من ضرورة المتابعين الكرام كما شاهدتم من خلال هذه المشاهد الكارتية هكذا يعيش الجزائريين مع الماء حالة كارتية بكل ما تحمل الكلمة من معنى وضعية بئيسة جدا لا مع المواد الغدائية ولا مع الماء ولا مع حتى الكهرباء في دولة النفط والغاز وهنا أستدكى المتابعين الكرام أتذكر جيدا في خطابات جلالة الملك محمد السادس حينما كان يتحدث عن الماء وعن الجفاف وعن ترشيد استعمال الماء والسهلاك الماء في المغرب كانوا يخرجوا الجزائريين كانوا يدحكوا كانوا يدحكوا كانوا يقولوا المغربة غادي يعانوا من العطاش المغرب غادي تقطع عليه الماء وكانوا يحلموا بسيناريوهات مضحكة مثيرة للسخرية فماذا حدث؟ فبالرغم من سبع سنوات من الجفاف في المغرب ومن سبع الحمد لله لا يتحدث عن الماء في المدن المغربية لكن في حضارة الجزائر وكذلك الأزمة التي كانت مؤخرا في الماء في عدد من الولايات في حضارة الجزائر الملايين من النسمة من الجزائرين كانوا يقتع عليهم الماء وليس لديهم الماء ويعولوا على هذه الخزانات التي رأيتها ويقوموا بها في الديور ويصنوا بجوة السترنس الماء لتقوموا بجوة الخزانات لا يوجد الماء في الصنبور ما عندهمش الماء في البويوز ديالهم كسنا ويعمروا هاد الخزانات اللي كما لاحظتم الحالة ديالا كارتية بكل ما تحمل كلمة من معنى انعدام للنظافة انعدام للسلامة المائية والصحية وما إلى ذلك عايشين عيشة ديال الزريبة والناس كايش يوحدين كيبقى في يوم الحال فاشقسميهم بي الزريبة هانتم ما شفتوا الزريبة بعينكم شفتوا الزريبة بأم أعينكم وشفتوا الزريبة كذلك في الفيديو السابق ليش نفيه الجزائريين يتصارعون ويتقاتلون على دجاج مستورد من البرازيل هذه الحالة دي الحضارة الجزائر هكذا هي الحال والواقع في حضارة الجزائر اللي كيحاولون نظام حضارة الجزائر بطبيعة الحال لأنه يغطي على أنه ما بينوش على أنه ما بينش هذا الواقع اللي عايش فيه الجزائريين لكن على كل ما يمكنش على أنكم تهربوا من هذا الواقع في كل الأحوال الفاضحة ديالكم غدتتفضح في كل الأحوال الواقع ديالكم غدتتفضحوا وغدتتشوفوا العالم تماما كيفما كنشوفوا بعض الأحيان فيديوات مسربة من هنا وهناك للإقتصال على المواد الغذائية هانتما شفتوا هذه الحالة الكاريتية اللي عايشين فيها الجزائريين في ما يتعلق بالماء وبطبيعة الحال المسألة ليست فقط أنهم كانوا يتحكون على خطابات جلالة الملك حينما كانوا يتحدث عن الماء في المغرب بل كذلك سياسة بناء السدود التي انتهجها الملك الراحل الحسن الثاني حينما كان يبني في السدود في المغرب الجزائرين كانوا يتحكوا بخربة كان يتحك لذلك المقبول بخربة كان يتحك كان يقول أن المغرب بلد فلاحي وصافي حينما كانوا يكون حالي مغربية حينما كانت pudمة من السدود حينما كانوا يتحدث عن المغرب ونقصه من التدعيات نحن نتعرف بأننا لدينا مشكلة للجفاف وهذا مشكل عالمي وليس فقط لدينا في المغرب ولكن الأهم وهو أننا لقوا حلول ونقوا بدائل للمشكلة للجفاف في حين في حضرات الجزائر أنتم ما شفتوا عايشين مع الوعود الكاذبة نظام حضرات الجزائر تتذكرون قبل شهرين أو ثلاث شهور في الأزمة الماء التي كانت في تيارة والستيرنات والفضيحة التي كانت وقعة كان وعدهم بحل المجكلة للماء في 48 ساعة ونقصوا الحل المجكلة للماء في 48 ساعة كيفاش دائرة ونقصوا الوعود تبون وهي كذلك الوعود للنظام حضرات الجزائر فالواقع المتابعين يقول عكس الدعاية التافية للنظام حضرات الجزائر الواقع هو هذا الذي قمتون الآن أمامكم على الشاشة هذا هو الواقع الحقيقي للنظام حضرات الجزائر وليس جزائرين فيما يعيشين عايشين في زريبة بكل ما تحمل كلمة من معنى عايشين في حضرات بكل ما تحمل الكلمة من معنى وما يجيش يحدم بعد يقول يعليش كتميهم بالحضرات وكتميهم بالزريبة لأنهم أصلا عايشين في الزريبة فتخيلوا معي متابعين الكلام أن هذه هي دولة النفط والغاز ومن بعد خرج لك البصبع يقول لك حنا الصين الإفراقية حنا ثالث واقتصاد في العالم تبون يخرط عليهم من جهة يتفل عليهم من جهة يكذب عليهم من جهة وما يصدقون أكذب يتفل عليهم يتفل عليهم حالة ثالث اقتصاد في العالم وما يحدث بعد ذلك يصدقون بأن الجزائر ثالث اقتصاد في العالم أعبد الله يتفل عليهم يتفل عليهم وفي الحسابات وفي الزمار وفي الدباب الإلكتروني وفي الأبواق الإعلامية في حين لا يوجد أي شيء يقلب ويشاهد عشر اقتصادات في العالم لا يوجد لا يقرر يتفل عليهم في حضيرات الجزائر وهذا يبقى الواقع دائما ومغادين للهاوية وما زال يحاولون يقنعون ريوسهم يحاولون تعيشون مع أكذوبة أنهم لا يقررون لهاوية وأنهم لا يعيشون بخير وأنهم لا يعيشون حسوم الدول الإفريقية وحسوم الدول العالمية وأنهم ثالث اقتصاد في العالم الناس الذين يكذبون على أكذوبة في هذا الطريق الذين يعيشون مع الأكذوبة يصدقوني المصير وأنهم سيكون أسود لأنهم لا يكون أخطر من أنك تكذب وتصدق تلك الكذبة وتعايش مع تلك الكذبة وكأنها واقعة هذه الحالة مرضية نفسية خطيرة جدا تؤدي في نهاية المطاف بصاحبها إلى الهلاك تماما كما سوف تؤدي بحضارة الجزائر إلى الهلاك المحتومة الذي هو قادم عاجلا أم آجلا فمتابعين كرام خليلوا الأراء ومتعليقات لكم حول هذه المشاكل الكذيتين التي شاهدوا ديال المياه القذرة التي يخزنوها في البيوز ديال حضارة الجزائر ومن بعد سيخرج مجددا تبون سيخرج وزين الماء في حضارة الجزائر يقول لك المغرب هو السبب في الجفاف في حضارة الجزائر كما قالوها سابقا متابعين كرام أراكم في فيديو قادم ولا غالب إلا الله وعاشة المملكة المغربية الشريفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر